اشتركوا في القناة ومن خلاله اليوم راح نتعرف على مجموعة من التقارير وايضا المعلومات القيمة الخاصة في بدء الدوامات في مراكز الخدمة والإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية عودة حياتنا الطبيعية بيدنا الالتزام بالاجتراطات الصحية تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة مفتاح نجاح المرحلة الأولى وجسر العبور للمراحل التالية صحتنا وصحة من نحب مسؤوليتنا قم بدورك والمسؤولية على الجميع رجعنا لكم من جديد ومع أول فقرات حلقتنا لهذا اليوم والتي راح تكون عن موضوع مهم وكثير منه مشاهدين يتساءل كيف يتم حجز موعد مسبق لمراكز الخدمة والإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية إذن مشاهدين مجموعة من الأسئلة والمواضيع راح نتكلم فيها من خلال لقائنا مع ضيفنا اليوم عبر الهاتف العقيد ناصر أبو صليب مدير الأعلام الأمني في وزارة الداخلية والحديث عن الحجوزات المسبقة لإنجاز المعاملات في وزارة الداخلية ولكن مشاهدين قبل أن نأخذ هذا الاتصال خلونا نتابع التقرير اللي عدى فريق البرنامج واللي صلت الضوء على آلية التنظيم وأيضا التكنولوجيا في مراكز الخدمة في وزارة الداخلية لنشاحته اليوم وزارات ومؤسسات الدولة تستأنف عملها ورح نتطرق لأحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية مركز خدمة الصديق خلونا نشوف اليوم عملهم من الأول تابع معنا اعداد كانت خلال الساعة الوحدة نستقبل عشرين مراجع وبالنسبة لنا قاعد نستقبل معاملات تجديد لغامة تحويل لغامة الزارة غامة أول مرة بلاغات التغيب تنفيذ الحكام تزائد المرور بالنسبة للمرور تجديد رخصة تجديد تجديد دفاع طب تم الحمد لله استناف العمل المتوقف دام أكثر متابق شهور بسبب الأوضاع التي مرت به البلاد وباشرنا العمل الحمد لله اليوم ضمن حطة عادة الحياة من مجلس الوزراء طبيعة العمل لأنها تكون نسبة تشغيلية 30% في الفترة الثانية حيث استقبال المراجعين عن طريق الباركود عن طريق منصة علامية في وزارة الداخلية ما يدخل المراجع إلا عبر الكود المخصص قبل منصة في الحدمات الإلكترونية ووزارة الداخلية أيضاً تشيك على الكودة بعد ذلك نتأكد من حرارة المراجع وينتظر لحين تقديمه للموضوع طبعاً يوم الحمد لله كل مراجع داخل لابس الكمام ولابس القلاب كله مر طيبة وطبعاً قاعد يخلق عقيد سحرارة كله مر طيبة طبعاً الدوام كان قبل يبكيدي من كمال ليل واحدة ونص اليوم قام يبكيدي من كسع ليل واحدة يعني الفرق طبعاً بس أنه يقلص عدد السعار عندنا واحد اليوم من عمامنا اللي يطوله بعمره أصر أنه يطلع اليوم معانا في الشاشة وحاب يقول كلمة عمي شنو كلمة دي كلمة دي أني أشكر أو شي وزارة الداخلية على جهدهم ويانا ما قصروا ويانا فافوا علينا يبوا الله يسوون لنا إجراءاتنا إجراءاتنا مش يكفي ما كلمة بس المشكلة السستم هو اللي يأخر المواطنين لداخل مو الوزارة الداخلية اللي تأخر عندنا هو السستم اشتركوا في القناة يعني جهد كبير يبذل من قبل إدارات وزارة الداخلية يعني جهد ما نقدر نقول قدامه إلا قواكم الله كل العاملين بالصفوف الأمامية مشاهدين نرجع إلى فقرات حلقتنا اليوم وعلى اتصال الهاتفي مع العقيد ناصر أبو صليب عقيد ناصر أهلا ومرحبا بضمامك معنا يعني بداية خلينا نتكلم عن مواقع وأيضا مواقع العمل وأوقات العمل في مراكز الخدمة والإدارة العامة لشؤون الإقامة طبعا أنا مسي عليك أخوي بندر ومسي على أخواني أخواتي المشاهدين طبعا مثل متعارف اليوم طبعا التزام بقرات مدسل الوزارة فيما يخص العودة الأمنية للحياة الطبيعية تدريجيا اليوم ممكن بلشنا في المراكز الخدمة طبعا كان عندنا 22 مركز خدمة على مستوى المحاوطات كلها تقريبا كل محاوطة كان فيها من 3 إلى 4 مراكز وطبعا بالنسبة لإدارة شؤون الإقامة والهجرة طبعا كل المحافظات شقالة اليوم عندنا كذلك المرور إدارة العامة للمرور والإدارات المرور كلها شقالة اليوم طبعا يمكن بالنسبة لمواعد العمل لمواعد الصباحية التي هي طبعا من الساعة 8 إلى الساعة 1 الظهور بالنسبة للإدارات الخدمات هي اليوم شفنا اليوم يقبال كبير اليوم من أخواننا المواطنين والمقيمين على طبعا على جميع الأماكن أو الخدمات التي كان فيها إنجاز المعاملات طبعا اليوم عداد كبير من المراجعين ومن المواطنين في إدارات ووزارة الداخلية يعني عقيد ناصر ما هي خطوات الحجز المسبق لمراكز الخدمة والإدارة العاملة للشؤون الإقامة نعم طبعا يمكن أننا عدينا منصة خاصة في وزارة داخلية للمواعيد وكان لا الحمد يمكن أن يكون هناك إقبال كبير عليها واليوم شاهدنا للحمد أنها نجحت ويانا في عملية الترتيب يعني مريتوا على في تقريركم وفي جولتكم مريتوا على كثير من الإدارات شفتوا اليوم لا الحمد كانت يعني مرتبة في عملية المواعد ودخول المواعد لا الحمد ما شفتوا اليوم كانت في كثافة عند البابا وشيلا كانت العملية سهلة ومنظمة لا شك هناك استفسارات كثيرة من المواطنين المراجعين وأيضا المقيمين يعني شلون يتم التعامل العقيد ناصر مع المعاملات السابقة قبل أزمة كوفيد ناينتين هل يتم حجز موعد مسبق للمراجعة ولا يتم تخليص المعاملة طبعا يمكن نحن خلال فترة الأزمة يمكن نصدرت عدة قرارات من معالي وزير الداخلية في عملية عفاء المخالفين اللي كان عليهم مثلا غرامات أو عندهم مخالفة في تأخير لقامة وتم تجديد أو الانتهاء من منظومة الخدمات التجديد كاملة يعني اللي كان عنده أي مخالفة وشفنا القرار مع الوزير اللي هو العفاءات لتاريخ واحد ثلاثين ثمانية بالنسبة للتجديد اللي قامة فما رح ترتب عليه لأي مخالفة ولا يترتب على أي إجراء قانوني بموجب القرار اللي هو 444 اللي صدر في عفاء المخالفين أو اللي انتهت إقاماتهم خلال هذه الفترة نعم عقيد داصر يعني بعد عودة العمل ولله الحمد يعني في مراكز الخدمة وأيضا الإدارات العامة لشؤون الإقامة يعني هل سوف يتم وقف عمل المعاملات بالأولاين وحجز موعد مسبق للمراجعة نعم طبعا لله الحمد يمكن أن أعطيك الرقم الآن اللي تم خلال الفترة هذه أو فترة العزبة اللي كان فيها الفيروس أو اللي كان في وقف الإدارات الحكومية تغريبا عندنا كان 711 ألف معاملة تم انتهاء منها أو إجراءها خلال طريق الأونلاين فهذا يشجعنا أن نستمر في هذه الخدمات يمكن حتى إذا لم نرى اليوم الإقبال على المراكز الخدمة أو على الهجرة أو على المرور ما كان لكثافة كبيرة بسبب شنو؟ بسبب أنك أنت المخالفات أو المعاملات تم إنجاز أكثر من 711 ألف فهذا خفف علينا حتى الضغط في الإدارات اليوم وشفنا يعني جربناها اليوم في كثير من الإدارات الخدماتية وبلاكز هذه رح تطور يعني اليوم كان في لقاء المعالي وزير في عملية تطوير المنظومة اللي هي خاصة في الخدمات الإلكترونية التي تتقدم لإخوان المواطنين والمقيمين عقيد ناصر يعني كلمة توجهها إلى المراجعين يعني من المواطنين وأيضا المقيمين في إدارات وزارة الداخلية نعم طبعا أحب أن أشكرهم اليوم لا الحمد كان عندنا جولة اليوم وشفنا على أكثر الإدارات التزام كبير في ارتداء الاشتراطات الصحية من كمام كان فيه لا الحمد حتى التباعد كان موجود فنتمنى إن شاء الله يعني يعني زيادة لهذا التزام يعني هذا كله يصب في مصلحتهم العقيد ناصر ابو صليب مدير الإعلام الأمني في وزارة الداخلية شكرا جزيلا لك وأيضا الشكر موصول لجميع منتسب وزارة الداخلية شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين يعني إذن مشاهدين يعني لازمنا في وزارة الداخلية وأيضا استكمالا للتقرير الأول لوزارة الداخلية ولكن في هذا التقرير أخذنا جانب ثاني وهو الإدارة العامة لشؤون الإقامة راح نتعرف على طريقة العمل في الآلية الجديدة وهي الحجز المسبق خلونا نتابع هذا التقريب بعد ما شفنا واستطلعنا عمل مركز خدمة الصديق ننتقل إياكم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة محافظة حولي تابعونا والله إحنا استقبلنا عدد لا بأس فيه النظام آليا يفتح كل ما يعني صار في مجال للإدارة أنها تستقبل أو يعني يفتح لهم النظام تلقائيا لكن أنه اليوم الأول النظام كان بطيء يمكن نوعا ما لكثرة الطلبات أنت عارف هذا نظام ونظام حاسب آلي فبالتالي الانتظار وصل إلى 35 ألف شخص ينتظرون النظام يعطيهم الدور طبعا الانتظار هذا مو خاص في دارة شؤون الإقامة بسبب الباركود والحجز المسبق يجي مع رقم رقم معه تاريخ الموعد وساعة الموعد على نفس الموعد يجي أنت اليوم على نفس الساعة في ديش داخل ونستقبله بعد ما نأخذ عليه الثياطات والشروط الصحية اللي يبلغتك عنها الكمام والففاز والخياس والحرارة فكانت الأمور ماشية فضلت بالعالمين أثناء التوقف شؤون الإدارة العامة شؤون الإقامة أكثر المراجعين استخدموا الأونلاين وأنجدوا معاملاتهم عن طريق الأونلاين كانت أعداد كبيرة جدا أنجدوها عن طريق الأونلاين إذن مشاهدين المستمرين معكم في تقضية مختلف جهات الدولة المعنية العاملة في هذا الضرق في الطارق وأيضا الاستثنائي من وزارة الداخلية إلى بلدية الكويت وأنتقل معكم مشاهدين إلى تقرير أعدده فريق البرنامج والخاص عن جولة مدير بلدية الكويت السيد أحمد المنفوحي اللي تزامنت مع بداية العودة للمرحلة الثانية والعودة التدريجية للحياة الحالية ضمن خطة الحكومة لعودة الحياة من جديد وبهدف المحافظة على صحة وسلامة الجميع قامت بلدية الكويت في التواجد في أول يوم لافتتاح مجمع الأفنيوز دعونا نتعرف أكثر على أهم خططهم موسيقى 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 هدفها أن التزام من الجهات المعنية سواء المجمعات التجارية أو أصحاب المحلات بالاستراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة وصدر فيها قرار مجلس وزارة نحن اليوم نرى سعادة الناس أمانة في افتتاح المجمعات التجارية ولكن هي هو تفاؤل بحذر نريد أن نتجه هو مرحلة من مراحل هي العودة الحياة إلى الآن نرى سعادة الناس ونرى فرحهم ولكن نبي بحذر نتمنى من يأتي المجمع عنده هدف إذا ليس ضروري الذهاب لهذا المجمع أجل الذهاب نحن إلى الآن لم نصل إلى المرحلة الطبيعية لعودة الحياة هناك مدن فتحت وانتكست وعادت إلى الحظر الشامل نتمنى نتقدم وهذا يعتمد على التزام المواطن والمقيم في الاشتراطات الصحية وانشاء الله نحن متأمنين خير نشوف الأخوان المرتادين المجمعات التزامهم انشاء الله نتمكن من المضي قدما إلى الحياة الطبيعية شكرا بلدية لكويت على تواجدهم اليوم وشكرا على جهودهم الواضح والجبار طوال هذه الفترة وشكر خاص لكل مواطن ومقيم حافظ على الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم ومع رسالتنا الختامية لكم دائما عجلة الحياة تستمر في الدوران لا تتوقف بظرف أو مكان عادت الحياة تدريجيا وبدأنا نتنفس سعداء ولكن يبقى الحذر والالتزام هو سيد الموقف للوصول إلى بر الأمان في أمان الله اشتركوا في القناة